اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وزارة الصحة ومن خلال اوجه استعداداتها المستمرة في مكافحة فيروس كورونا المشؤوم عمدت الى تهيئة اقسام خاصة للعزل الصحي داخل مركز ابراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي بمنطقة السلمانية لتخصيصه لعزل واستقبال الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا المستجد احنا عندنا عزلين اليوم في مملكة البحرين عزل نسميه عزل علاجي وهو مجمع السلماني الطبي واتخذت كذلك في مجمع السلماني الطبي كل الاجراءات ان تكون معزولة عن المرضى يعني احنا ما نتكلم عن بعيدشان الناس كثير يتساءلون عن قضية ان الفيروس موجود في مجمع السلماني وخطر على المرضى الاخرين ولكن هو معزول تماما حيث ان طبيعة الفيروس اصلا في العدوى الليلة تعلي عن طريق مباشر يعني مدة تقريبا يعاول مسافة متر ونصر امترين فاحنا كذلك تجهيزات موجودة في جمع السلماني ولكن ارتأينا ان اليوم نوفر في هذا المركز 47 سرير اضافي سيتم عمه تنعزل الناس المشتبه بحالتهم واخذ الاجراءات اللازمة وممكننا يقيمون في هذا الفترة لمدة تقريبا حوالي سبوعين تحت الملاحظة اذا احتجنا الى ذلك تدابير وقائية وبروتوكولات طبية تم مراعاتها داخل المركز بناء على الارشادات العالمية المتعلقة بالمرض ابراهيم خليل كانون راح يفتح ان شاء الله من اليوم في استقبال الحالات اللي جاية من منطقة الصين من المناطق المنبوئة اللي ما عندهم اعراض فالما يحتاج ان يدخل الى مجمع السلمانية الطبي او الى جناح العزل في المجمع راح ان شاء الله كلهم يوجهوا من المطار ان يكونون ينعزلون مدة العزل راح تكون 14 يوم حسب الارشادات العالمية الموجودة من منظمة الصحة العالمية ويتم متابعة هذه الحالات يوميا لا سمح الله احد يكون في اعراض راح ينقل في نفس الوقت الى مجمع السلمانية الطبي بحيث يتم له الفحص والتأكد هل هو عنده الالتهاب او غير موجود بالنسبة لتجهيز المركز طبعا موجود الطاقم التمريضي في الطاقم الطبي في الادارة موجودة في وسائل الوقاية اللي هي الغلافز الماسكات والقامز بتكون كلها متوفرة ان شاء الله مع ادوات التعقيم والتنظيف البحرين واحدة من الدول التي تسعى يوميا الى توفير الامكانات الصحية والفنية والبشرية من اجل مكافحة العدوى والحفاظ على سلامة وصحة مواطنيها والمقيمين على ارضها وتأمين الحماية لهم من الاصابة بفيروس كورونا العدائي لتلفزيون البحرين محمد رشادات اشتركوا في القناة